لما نرى هذا النوع من السموم اللي يتبث بشكل يومي في مناطق مجاورة على مطار الكويت على جامعة الاجدادية على بعض المناطق السكنية يعني أمر غير مقبول يعني أنا أثني على الكلام اللي قاله دكتور حمد في كل تفاصيله لعيالنا اللي موجودين في المردم وأيضا حتى الناس اللي موجودة هنا وقع تعمل بشكل يومي وتستنشخ هذا الهواء إحنا الآن صار لنا بحدود ساعتين طريقة يعني التنفس بدأت تضايق فما بالك الناس اللي عايشة هنا يعني أنت قاعد تكلم عن صدرك يتنفس هذا بشكل يومي والناس عايش هنا وأسأل الأخوان اليوم في المكتب أخوان في البيئة وقلت لهم هل عندكم مؤشر يبين مدى كمية التلوث اللي موجودة في هذا المكان قد يكون هذا المكان غير صالح لأن نقف أنا وأنت والتلفزيون والأخوان وجميع اللي موجودين في هذا الموقع غير صالح أن نقف في هذا المكان قد يكون بس ما في مؤشرات بيئية شنو دور الهيئة العامة البيئة شنو سبب وجود الهيئة العامة البيئة إذا كانت هذه أبسط الأمور المعنية فيها المعنية مو نكتي وبس تعطي مخالفات وتروح تدور مخالفات على أماكن عامة هذا المكان الرئيسي اللي كان دور أساسي بالنسبة لكم كهيئة عامة للبيئة أنك تريد وترصد ويصير عندك الرقم دوري وهذا ما طلبنا من الأخوان أتمنى يزودوننا في هذه الأرقام التي تبين فيها النسبة التلوث الموجودة في هذه المراد